موسيقى حبيبنا الطلاب تاني السنة والاكبار يا رب تكون بكير النهاردة ان شاء الله مع بعض هنشرح مصرحية كينج لير كاملة مستر شرح تفصيدي اكت اكت هما ثري اكتس عن تانية ثلاث فصول كل اكت هنقول وراء اهم الاسئلة ده كمان كل سين من الاكت يعني كل مشهد هبقى وراء اهم الاسئلة مش الفكرة ان انت تسمع القصة وتتحك كده معي وطول بس ده شرحه حلو في القصة لا انت عايز تتعلم ازاي تحل السؤال في الامتحان القصة بتاعتك عليها درجة ونصف الامتحان ثلاث اسئلة كل سؤال عليه نصف درجة القصة مهمة جدا وكمان هينزل لها فيديو مفاجأة للامتحان لطلابنا وطلاب تانية سنة سميت الله وعشتونا كتير في الاول وحابب بس اقولك ان مصرحياتنا اسمها ايه اسمها كينج لير بطالها اسمه او مؤلفها اسمه ويليام شيكسبير كينج لير اندي يا مستر بتحكي عن كينج لير اللي هو وقتها كينج اوف بريتن طبعا ما كانش في ملك في بريطانيا اسمه كينج لير بس هو يعني كينج لير هو ملك بريطانيا في القصة او في المصرحية في ناس تقولك ما تذكرش بريطانيا بالنص لان ما ينفعش نقول على ملك ملك ونعمل دولة معينة بعينها عشان ما يبقاش اسقاط سياسي عمتا هو كينج لير باختصار المشهد الاول هيقولك ان كينج لير عكس باقي الملوك يعني مستر عكس باقي الملوك يعني يا صديقي في العادي كده لما اي ملك بيموت بيشوفه مين من عياله الاكبر سنه الولاد طبعا وهو اللي يتولى الحكم الموضوع كان مختلف شوية في حالة كينج لير ليه بقى كينج لير كان ربنا رزق بكلفة كلها بنات كان عنده ثري دوترز جانرل بوريجن وكورديلي الثلاث بنات دول هما اللي هيتوزع عليهم المملكة تبكن لسؤال متخلفة مين بيحبيني الاكتر او انتو ازاي بتحبوني تشايل كده واحد يجيب ثلاثة بنات ويقولهم انا هسألكوا سؤال بتحبوني ازاي وبناء على اجابة انا هوزع اللاند الارض والكينج دوم والمملكة والثرون والعرش وكل الكلام ده كله طبعا انت فرقق اكيد ان هذا تصرف معه التصرف مجنون بس خلاص بقى ده واحد كسر التمانين من عمره وخلاص يعني يقرب يموت فمتعرفش بقى وبتصرف بحكمة لأ ومش بتصرف بحكمة نهائي الحكمة بتقول ان انت عندك ثلاث بنات يتوزع عليهم المملكة بالعدل صح الكلام لكن هو ما عملش كده خلاص طب هو لان اش هيعمل كده اكيد هيبقى فيه عندنا مؤامرة من البنات اللي هتتوزع عليهم المملكة واكيد سلوكهم هيتغير ضده كل ده بقى احنا عايزين نشوفه ونتعرف على اسمائنا واسماء الشخصيات والكلام لكله فاسمي الله وتعالى نشوف النص بتاعنا التاكست كامل واحدة واحدة اكت وان سين وان الفاصل الاول والمشهد الاول فين كينج ليرز بالاس في القصر بتاع كينج لير يدخل دوك اف جلو سيستر يعني هنا مستر دوك هنا كأنها لقب يعني جلو سيستر هنا مستر ده واحد من النوبل من يعني واحد من النوبل من ده واحد من الناس النبلاء جدا 손 syllabus او معناه نبلاء واحد من الناس الجانتل كده صحاب كينج لير وكان مخلف ولدين كان عند ولد ما كانوا كان به والدين يسميناهم دبل اي كده ولد كبير اسمه ايدجر والبلد سيستر نبال ده واحد من الرجال المقربين كان شغير محل ر друзья و Evetger الكلام قال له hello cannt ايه ده كنت بدينا انه موقود مرحبا يا أخي هل تعرفت أخي إدمند؟ رأيت إدجر أو رأيت أنت سوري أمن السرية للإدمند؟ كانت قال له لا مين كانت ده؟ خادم عند الملك ولكن خادم مقرب جدا جدا للملك لكينجلير مرحبا يا إدمند أنت لازم تبقى فخور به قال له شكرا شكرا ظهر إدمند قال له أنا مبسوط أن شفتك النهاردة كانت إدمند أمن الملك أمن غلو سستر الثاني غلو سستر قال له إدمند هو أبني أو طفل الثاني هو أبني أو طفل الثاني أنا عندي ولد الثاني اسمه إدجر إدجر ده هو إز أباوت أير أول در إدمند يبقى غلو سستر عند ولدين ولد اسمه إدجر وإدجر في السن هو أجبر من إدمند بحوالي 12 أو 14 شهر يعني بسنة أو سنة وشهرين إدمند إسمع الملك جاي مين الملك بقى اللي جاي داخل معك كورنوول و ألباني مين كورنوول و ألباني دول؟ دول إجواز بناتو بناتو مين بقى معلم؟ بناتو جونرل وريجين وكورديليا دي بنت سجيرة لسه متجوزتش هنتعرف عليهم واحدة دلوقتي تعال كده نبص كينغ لير اسمعوا أنا جاي النهاردة أكلمكم عن الخطة بتاعتي أنا قررت إن أنا أدي المملكة بتاعتي أو كل شيء في كينغ دوم إلى ثلاثة بناتوى جونرل ريجين و كورديليا و إنتا يبدأ تقدر تحفظ اسمهم جي أر سي جي فور جونرل ريجين ريجين و كورديليا سأعطي أيضا لأجل قرارة فرنسا و ديوك برجندي و ديوك برجندي لديهم مجردين لأجل قرارة كورديليا قالك البرت كورديليا السغيرة السغنطوطة دي متقدم لها اثنين عرسان ديوك برجندي و ملك فرنسا أنا برضو هدى لهم النهاردة إجابة مين فيهم هاتجوزة أولا انظر إلى هذا المملكة جاب خريطة كده ولون بصوا على خريطة المملكة بتاعتي أنا وسعتها لثلاثة ثلاثة أنا أريد أن أدي الجزء الأكبر للبنت اللي بتحبني أكتر واحد لذلك أوليلي مين فيكم يحبونني الأكتر جونرل انت الأكبر يا جونرل أوليلي بتحب أبوك الزابت قالت له أنت و أنت في زيك ده أنت نور عيني كلها بصوا جونرل قالت له إيه father I love you أنا بحبك more than anything أكتر من أي حاجة no child can love a father more than I love you والله يا بابا ما فيش بنت في الدنيا تقدر تحب بوها زي ما أنا بحبك كده I love you more than health أنا بحبك أكتر من كون البن أدم صحي أو يعني صحاته كويسة بيوتي والجمال reaches والصروات ثبتته قالت له أنت نور عيني من جوه كده فإيه اللي حصل بقى كورديليا بتقول لنفسها إيه بنت الجازمة ده هي أزاي عملها تقول الكلام ده ده أنا أصلا يا بابا أو أنا أصلا بحب بابا بس مش هعرف أعبر عن حبي بكلام أنا لازم أعبر عن حبي بإيه بأكشنز بأفعال مش بكلام فده كورديليا كان لسان حالها في نفسها هو لما ييجي عليها الدور و أقول إزاي بحب بو يا هارد بقول إيه هو فيه حد أصلا بيشرح إزاي بيحب بابا ولا بيقضي بالك في الكلام كده كان جليل اتبسط بالإيجاب ولا بص يا جونرال تبص كده للخريطة؟ أنت عندك الحد دي كلها وهي جرين فورس بالإجابات اللي فيها والبيوتفول والريف الجميل ده دلوقتي يجي دور ريجن مرات كورنبول أنت مرات ألباني يبقى جونرال جوزها اسمه ألباني أو دوك ألباني معاشي ماذا يريد أن يقول يلا يا ريجن كده فرحينا هتقول إيه قالت له بابا جونرال قالت لك الحب بتاعها أو وصفت حبها كويس جدا لك ولكن أنا عندي شوية كتور محتاجة أقوله قولي حبك الحاجة الوحيدة اللي بتخليني مبسوطة على فكرة أنا ما بحبش حد زي ما بحبك بالزبط حتى جوزي يعني طبعا اتدست جدا الملك كورديليا عملت وليه ده خلصه كل الكلام أنا هقولي إزاي أصلا دي عملت ولي نفسها كينج ليلة الله شكرا لريجن أنا كنت بصك فيك بردو التالت التاني اللي كينج ضم لك أنت و جوزك وعيالك كمان دلوقتي كورديليا كده دور عليك ماذا يمكنك أن تقول لك أن أعطيك أكثر من أن أعطيك أكثر قولي لي بقى هتقول لي يا كورديلي عشان أدليك أكثر مما أددي كواتك قالت له I can say nothing أنا مش عارفة قول حاجة أبو الله nothing If you say nothing I will give you nothing speak again لو مش هتقولي حاجة مش هتاكدي حاجة فكاري كده تاني قالت لك I can't put my feelings into words أنا مش عارفة أخطة مش عارف كلام I love you as a daughter should love a father but not more and not less أنا بحبك زي ما أي بنت ربنا خلقها المفروض تحب بابا بس مش أكثر ومش آل البت كورديليا دي كانت صادقة جدا في كلامه كين جلين الله But this is not kind كورديليا change your speech a little or your future will it change too الله بس ده مش كويس يا بت انتي رجاري من طريق كلامك وإلا مستعبالك كله هتغير قالت له You have always been a good father and it's my duty to love you too أنت دايما كنت أبي كويس وأنا دوري أن أحبك وده واجبي But my sisters say they only love you بس كواتي بيقولوا أنهم بيحبوك أنت بس طب هما ليه اتجوزوا Do they not love their husbands too? If I marry لو أنا اتجوزت I will love my husband as much as my father أنا لما اتجوز أحب جوزي زي ما بحبك بالظبط فهم كدبين إن هما بيقولوا كده كينجلير كورديليا Do you really mean this? Can you be so young but also so cruel? قالت له I am young but I am honest my dad أنا صغيرة أو بس أمينة وصادقة مش كدبة زيهم كده Then you are not my daughter anymore أنا تبريت منك يا بنتي أنت مش بنتي تاني ولا أعرفك ده مين ده ده كينجلير لكورديليا You are now a stranger to me أنت دلوقتي بنقاد مغريبة علي I don't know you أنا ما عرفكيش أصلا But your majesty بس يا سيدي ده مين ده ده كينت بيتوسل للملك كانت تحس إن الملك هوب بتروح منه بيتجنم هيتبرة من بنته ودور كينت إن هو دايما ينصح الملك قال له بس يا سيدي قال له بس اتنايل انت قال له بيك واحد كانت إيه ده انت I loved Cordelia او أنا بحب بقى Cordelia وكنت عايزها تخلي بالها مني When I was old لما بقى كبير بس دلوقتي هي لازم تمشي بس الاول Call the king of France كلملي كده ملك فرنسا With Duke of Burgundy وحكم بلدة Burgundy While we wait for them وإحنا مستنيانهم Listen to what I say اسمع اللي أنا هقوله General and her husband الباني General وجوزها الباني ورجان وجوزها كورنوال Will have half of my kingdom each كل واحدة فيهم هيبع عندها نص المملكة They will have all the power and riches that come With being a kingdom each I was being a king sorry هيبع عندهم كل الثروات وكل النفوذ اللي كانت عندي All I want is to keep the title of the king كل اللي أنا محتاجة أحافظ عليها هو الله قبل كينج بس But they will have everything else أي حاجة كده يا ابنها تبقى معاه كانت قاله Your majesty What do you mean I must speak honestly When my king is being foolish قاله لا أنا لازم أفوأك لما الملك يتجنن وتروح منه لازم أفوأه Your youngest daughter doesn't shout about her love for you But that doesn't mean she loves you the least You mustn't give your country away like this قال له بنتك اوه ما قالتش ان هي بتحبك زيهم بس ده مش معنى انها بتحبكش أصلا بنتك صادركة وامينة ده مين ده ده كنت بص قال له ايه Say nothing more to me كنت اخرص ما تنطعش تاني ولا تنصحني يا كنت قال له I am not afraid to make you angry if it will help to protect you قال له انا مش خايف منك لو كلامي هيفوقك ويحمي البلد قال له Then You must go away to Leave قال له انت كمان زيك زي كورديليا مجور يا امني من هنا انا مش عايز تشوفك هنا تاني في المملكة يبقى كينجلير طرد الاثنين كورديليا وكانت بس كورديليا قاعدة لحد ما نشوفها تتجاوزمي Let me stay And give you a good advice كينجلير You must learn to see bitter قال له خليني اعود وخليني اديلك نصيحة لازم تتعلم عشان تقدر تكايم الامور وتشوفها بطريقة افضل You are a cruel man He puts his hand on his word هنا كينجلير ابتدى يطلع السيف كده وكأنه عايز يخلص على كنت من كتر ما كانت عصبه الراجل بتاع كورنوول هو مين كورنوول ده مستر كورنوول زي ما انا قلتلك ده جوز ريجن لكن الباني جوز جونرل يبقى كورنوول ده مستر اللي هو جوز ريجن زي ما احنا اتفقنا قال له your majesty please stop لو سمحتو I will say it again king lear you have done a terrible thing كنت قال له انها والهدك تاني انت عملت شيء بشع كنت you have got five days to leave my kingdom or you will be killed قال له معاك كما استيام وهيتم نافعك من البلاد وإلا هتتقتل جاء كينجلير لكنت زن كنت I will say goodbye to you my dear king and to Cordelia I hope to stay safe بتمنى لكم انتو تبقوا امنين young lady because you were honest وبتمنى لك انت خصوصا بالامان وبالهدوء لان انت كنت من قدمة صادقة وامين and I now say goodbye to all of you I shall live my life in a new country هعيش حياتي في دولة جديدة ملو سستر دخل مع ملك فرنسا وديوك في برجندي وجلو سستر قال له ان ملك فرنسا جاي وديوك في برجندي جاي والاتنين مستنيينك مين هيتجاوز Cordelia كينجلير كلم برجندي ده الاول وقال له بص انت مستني اي يعني لو جاوزت Cordelia قال له مستني مستني اي يعني مستني اي يعني مستني اي يعني مستني اللي انت وعدتني بي المملكة والسروات وكل ده قال له لا 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 things have changed الامور اتغيرت يا معلم بس انت تقدر تتجاوزة بس انت تقودها هي الوحدة مفيش ولا صروات ولا مملكة برجندي قال له انا مش فاهم قال له I will get my daughter nothing more take her or leave her it's your choice قال له لا وانا مش اقدر اتجاوزها كينجلير قال له خلاص امشي Cordelia قالت له good boy برجندي انا دلوقتي عرفت ان انت بتحب اي حاجة اكتر مني انت اصلا ما كنتش بتحباني بعد كده ملك فرنسا جاي بص بقى كينجلير والكسوى اللي في كلامه اللي ملك فرنسا اللي توضح ان هو خلاص كده Cordelia للابد قال له ايه قال له The great king of France I don't want you to marry someone I hate انا مش عايزك تتجاوز حد انا بكره I suggest you to give your love to a better girl يا لت تدي حبك ده البنت افضل من بنتي Cordelia بتستهلكش Cordelia بنت مكروهة وبتعامل ابوها بطريقة وحشة قال له but sir Cordelia was your favorite daughter ما تنساش ان دي كانت بنتك المفضلة It's very strange that she has suddenly lost of all your love قال له مش غريب ان هي تفكد كل حبك كده مرة واحدة I cannot believe انا مش مصدق ان Cordelia could do anything terrible to anyone قال له Cordelia دي نسمة دي دي ما بتعملش اي حاجة وحشة لأي حد هتدايق ابوها برضو Cordelia بصت لباباها كده قالت له father understand that I show my love in my actions not my words Please tell him that I haven't done anything wrong to make you hit me Cordelia حست ان هي مكروهة كده وضعيفة الجناح كده وقالت له بابا لو سمحت قل له ان انا ما دايقتكش في حاجة ومعملتش حاجة دايق ما تكذبش على مالك فرنس قل له ان انت دايقتي من كلامي بس لان انا مش بعرف اعبر عن الحب بكلام انا بعبر عنه بأكشن بس قال له I shall not go you will have nothing from me عمرك ما هتاكدي حاجة مني مالك فرنس قال له ان Cordelia بص كده You are rich for being poor and I love you more now that you are hated I am happy for you to be my wife الله بس فكك منهم انت هتبقي المالكة هناك مش انت مكروهة هنا انت هتبقي هناك افضل واحدة واكتر واحدة مميزة وبص للمالك وقال له your daughter will be queen of my country بنتك هتبقى مالكة فرنسا Say goodbye to them Cordelia or those they have been unkind to you الله مش هما ما كانوش قويسين معاك برضو هتدعيم ولولهم goodbye You have lost your life here but you will find the better one with me انت كسرت حياه هنا اه بس حياتك احسن معاك برضو جدع برضو ضرب عصفرين بحجر وايه وثبت البت طبعا اتلاقي البنات دلوقتي رؤىي ومحدش هقولك كده عشان متسرحيش ماشى رجال اللي هيعينها ودها بطالع وبتاقفها مات يعني ما تتعشمش زيادة طيب she is yours مالك فرنسا قال له او كينج لير قال لي مالك فرنسا خلاص يا عم تتقصك بتاعتك انا مش عاد تشوفه اشياء ثاني leave now without my love come with me برجاندي وبعد كده كينج لير سبهم ومشي والبنت كاللاص كده يا مستر روحات لمالك فرنسا دي الكلمات المهمة اللي عندك لو عايز تقراها وهنا هتبص انا وانت في شوية اسئلة بس نشوف اجابتها وجير كده مالزمة عندك كلها سولد السؤال بالاجابة لما نشوف احنا اجابتها الاسئلة بقى الاسئلة حد راكت تقراها لحد ما تستنى بقى الفيديو بتعليق لامتحان اهم الاسئلة المتوقع اللي هتجي لك قبل ما نشوف الاسئلة او عتتتوقع ان انت هتحفظ سؤال او تحفظ اجابة سؤال تلقى بقى الاسئلة كلها critical thinking ومعتمدة على رأيك على تفكيرك لو انت مكان فلان كنت عملت كده او ليه لا او ليه هي دي الفكرة كلها والاجابة سطر واحد فانا مش عايزك تحفظ اي كلمة اللهم بللجت تمام كده هل تعتقد ان كورديليا عملت الكرار الصح؟ why why not؟ انا بعتقد انها عملت الكرار الصح اوه she was true كانت صادقة and faithful in her love for her father ومخلصة مدايق كلمة faithful and honest وامينة في مشاعرها لو انت مكان كينجلير هل كنت هتطرد كورديلي لا طبعا انا ايه انا كنت هقدر her honesty and bravery امانتها وشجاعتها no child can love a father more than i love you مفيش طفلة في العالم يحبك او يحب اب زي ما انا بحبك ليه تعتقد ان جونر اللي قالت كده to take the largest part of the kingdom عشان تاخد الجزء الاكبر من المملكة you are rich for being poor and i love you more now that you are hated انا بحبك دلوقتي اكتر من اي وقت ملك فرنسا مستر دي كناية يعني ايه دي كناية ان هو بيحب كورديليا truly بيحبها حقا وبيحبها as a person كشخص not because of what she owned مش عشان هي the king's daughter مش عشان هي بنت الملك بعد كده انا كده سؤال تاني انا كده سؤال تاني ليه تعتقد كينجلير قرر يدي دولته له his three daughters عشان يا مستر هو وسطو يعني كان كبر جدا في السن اثبت انه كينجلير كان انوايس كان مش حكيم وكان احمق دي حقيقة عشان هو بعت كنت وطرت بنته كمان يعني يعني he sent كنت away and his friend and a كورديلي away ناخد سؤال من هنا مثلا ان كورديليا had sense of duty towards her father اه طبعا لان هي مستر في الاكر وهي ماشية طلبت من جونرل وريجين يكلم لهم من بجوها وودعتهم والكلام ده كل طيب مستر تاني اه ليه تعرف او how do you know that lear loved كورديليا too much he wanted her to speak like her sister to take her part he wanted her to look after him in his old age كينجلير كان بيحبها اكتر منهم في الاول وكان عايزها هي البنت اللي تبقى مسؤولة انها تخلي بالها منه لما ايه لما كبر كده Lear read feelings wrongly اه طبعا كينجلير ما كانش بعرف يارا مشاعر لان هو كان فاكر ان كورديليا كانت cruel على الرجم من ان الكرول او القاسي في الرواية كلها كان جونرل وريجين رايا وسكيندور تعالا بقى نشوف المشهد التاني ونحكيه يالله بيه انت تسيب المكان ده قومي بينا نمشي وقولي good bye لأخواتك جونرل and reagan i am sad to leave you both my heart is broken be good to our father كان ليكوا كويسين وطيبين كده البابا If he still loved me لو هو لسه بيحبني i would take good care of him please look after him جونرل قالت لها متقول لناش نعمل ايه حبيبتي كد يبعلك ومشي طب حاله هاوي الى حصل ثاني yes go to your husband روح الجوزك يا حبيبتي you have failed to do what your father asked you to do now you have got what you deserve انت دلوقتي خلت اللي تستحق ايه سيبينه ومشي بعد ازنى كورديلا لتلوم انا مش عارف انتوا لي بتكلموني كده ولكن نس يعني خليكوا فاكرين دايما ان everyone discovers the truth in the end كل واحد بيكتشف الحقيقة فلاكة والجدع اللي بيضحك فلاك خليكوا فاكرين ده كورديلا المين لجونرل وريجين ملك فرنسا كده ومشي جونرل اللي اتلاها ريجين احنا لازم نتكلم i think our father will leave here tonight ريجين هنتلاها i am sure he will and he will leave with you next month he will stay with my husband كورنوول and me يعني اللي بيحصله مستر بمنتاله هدو اللي في الدنيا اللي حصل كله ان الملك لير هيعيش شهر مع جونرل والشهر مع ريجين الشهر اللي هيبدأ يعيشه اللي هو الشهر مع جونرل مع البنت الكبير جونرل Our father always loved Cordelia the most and a poor decision has made him send her away Reagan He is becoming a little mad in his old age ابتدوا بقى رأيه وسكينا دول يقول لها ايه اوعي تنسي يا بيت ان كان بيحب كورنوول اكتر مننا كلنا وفي لحظة بس غدر بيها وطردها بلك احنا بقى ما بيتقناش قصر ما كانش بيحبنا زي اوه ريجين قلت له اوه ده بقى قالت المعد الجنن لما كبر Even when he was younger والله حتى واسجراريا بنتي كان مجنون ده مين ده ده جونر اللي بتقول He was difficult man so We must be prepared لازم نبقى محضرين For what ill health and old age will bring لله هيجبه لنا التعب الزهني اللي عنده وكمان تعبوا عن مثلا وهو التعب ده مخليه الجنن علينا اخرى ريجين قالت لها He was angry when he sent can't away today He will probably be angry more often in the future Let's sit together and talk تعالي ناعد ونتكلم لو بابا عنده some power His anger will become a problem for us قالت لها بص الزكاء والحكمة البت جنر اللي دي زكاية جدا نهاية كبيرة برضو قالت لها لو ابوكي كان متضايق وعنده نفوذ وكوه هيستجل نفوذ وكوه ضدنا فحنا لازم نسحب منه اي نفوذ وكوه هتعملو ده ازاي بقى شررين انتو ريجين قالت لها اوه تعالي نفكر هنعمل ايه جونر اللي اتلاها لازم نعمل حاجه وبسرع بص معل ظهر في المشهد الثاني ادمند مين ادمند ده ابن جلوسستر ابنه الكبير ولا الصغير السغير الاخو الكبير اسمه ادجر ادمند قالت لها كام قالجلوسستر بيقول ان ابنه الاكبر ادجر هياخد الارض لما هو يموت او هياخد الحكم لكن ليه مش مايبقاش انا اللي ياخد الانهاريتنس ليه مش انا اللي ااخد المراس بس عشان اتناشر او اربعتاشر شهر انا اصغر من اكوية عشان بس حيالله كده اكوية 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 اكبر مني بسنة و سنة و شهرين مورس سنة بلد او حكم البلد it's just because i am the second son هل ده عشان رأي الامن التاني بس i am just as strong على فكره انا كوي و kind و طيب زي اخوية و clever كمان well elder brother edgar i will have your land our father loves me his younger son as much as he loves you and i have a letter here if this letter succeeds then edmund will beat the older son edgar اللي كان فيه خطة في المجيه لو عملتها هتخلص من اخوية السوغير ادجار ده ووريه له ان انا الاحق و انا اللي هاخد الملك good sister oh edmund have you heard الملك لير بعت كنته و طرده و كمان ملك فرنسا اتجاوز كورديريا and the king has left zebelas و الملك ساب الاصر و مشي بدون اي حراسة و بدون اي سلطة كل ده حصل بسرعة what are you dominic edmund قال له ما فيه الشبابة بس انا معايا جواب في ايدي كده قال له وريني يلا لا بابا معلاش دي something private دي حاجة خاصة قال له قد بقولك وريني قال له بص بص انك كاتب ايه و اداله جوابه مستر الجواب ده مكتوف فيه ايه تعالا نقرا كده when we respect older people too much لما منحترم الناس كبار كتير it makes it hard for ze young to live well بيبقى الشباب صعب انهم يعيشوا حياة كويسة our parents keep our money from us until we are too old to enjoy it بابا وماما او اهلنا بيبعد الفلوس عننا لحد ما نقبر قوي فنستمتع به older people only have power because we give it to them come and see me so that we can discuss this if our father dead لو بابا مات او لو بابا ونا مات you could enjoy half his income هتستمتع من قص الصروة and be loved by your brother وهتكون محبوب بواسطة اخوك ادجر did my son ادجر write this letter طبعا ادجر ولا كتب الكتاب ده ولا نيل اللي واد ادمند ابن جلوسستر التاني جاب وراء وقلم وكتب كتاب عزيزي ادمند الى ادمند من اخوك ادجر زور خطه بالزبط ما تيجي ياد نتخلص من ابوك وانا امسك الحكم وابا الملك وانت تاخد نص الصروق طبعا ادمند عمل الحركة دي وزور الكتابة دي عشان جلوسستر يكره ابنك كبير مين ادجر ويدي الحكم المين لأدمند طب ما تيجي نشوف كده it wasn't brought to me sir قال له يا بابا والله وما بعته ليش ده كان مرمي في البيتروم قال له بس انت متأكد ان دخلت اخوك قال له اه يا بابا بص قال له اه فعلا طب هو كلمك عنده قبل كده قال له لا يا بابا ما كلمنيش لكن انا دايما اسمع ان لما ان هو دايما بيقول ان لما الولد بيكبر he should be given some of his father's income لازم ياخد شوية كده من الدخل بتاع بابا ومن المراس بتاع بابا والسستر قال له what a cruel son يا لك من ابن كاس يا ادجر كدعتني يا ابني روح لقيه ودور عليه قال له بابا انا مش عايزك تبعمل دايق انا هلاقيه وان شاء الله وان شاء الله هقال له كده وافهمه الجلط بتاعه قال له تعتقد كده قال له اه ادمند قال له بص انا عندي كطة ايه كطة انا هكبيه في مكان وهناقش مع الامر وبعد كده انت ممكن تيجي تسمع الconversation بتاعتنا وحدستنا ووقتها هتعرف هو بيفكر فيه بجد جلو سستر قال له تمام ماشي my son can not be so cruel to a father who loves him so much انا برضو يا ابني قلبي مش يعني مأكد لي ان ادجر لا ما يعملش كده ادجر مش قاسي لا ادمند فايند ادجر وخلا يتكلم معاه قال له بص ادمند I will go and find him immediately جلو سستر قال له لقيه وخليك كيرفل بص بعد اللي حاصل معا ادمند راح ولاقي ادجر فعلا قال له او انت اخر مرة شفت فيها ابوك امتا قال له انا شفت ابوك امبارح قال له طب او اتكلم معاك في حاجة قال له او اعدنا ساعتين مع بعض قال له did you say anything on kind to him طب انت يا ادجر قلت له حاجة دايوه ده مدقي جدا منك ده مش طيقك please don't go near him او اتقرب له ده مش طيقك بقولك مخلوم منك جد قال له بجد اكيد حد كدب وقال حاجة عني قال له that's what I'm worried about قال له ده اللي مدقيقني قال ليه قاعد معي ده بقتي انا هكدك تشوف ابوك لما يتحسن here is my key ده المفتاح بتاعي and if you go out take your sword قال لك ولو خرقت عشان شوف ابوك اخد السيف معاك قال له السيفي ليه قال له مش بس مفيش وقت دي النصيحة الوحيدة اللي انا قدر اقولها لك يبقى ادمند قال لك هو هتطلع تشوف ابوك وانت طالع اخد السيف بتاعك معاك قال له ليه قال له دي النصيحة الوحيدة اللي اقولها لك قال لك بابا واخويا بيصدقوني جدا وده اللي قال له الحوار سهل ان انا دي سيف زي ما اكدحهم I need these two fools to make my plan work انا محتاجت ننقل بيه فعلا زي كده عشان الخطة بتاعتي تنجح وتشتاجت If I can't get some land in the correct way I will have to be clever to get it قال لك لو مش هعرف اكد الارض بالطريقة الشرعية محتاجة بقى زاكي عشان افوز بيه وانا هفوز بيه ده كلام ادمند وانتهى على كده وده شوية اسئلة تقراها عليه لحد ما نعمل حسط الاسئلة تعال بس نكمل ونشوف اللي حصل فيه ماشه التانية ما بين Duke of Albania اللي هو جوز جونرل و جونرل Did my father King Lear hit my servant اسوالد قال له ياس مادام I must do something كينج لير ضرب حد من الكدام بتاع جونرل واسوالد ده تقدم هناك His soldiers are starting to behave badly جونوت كينج لير التدوي تصرفه بطريقة سيئة تفوقت نظر جونرل He gets angry about everything وبابا بيخضم من اي حاجة لما هيجي هنا انا مش هتكلم معايا دايما لما يسأل عني اقول له ان انا تعبان اسوالد قال له هو جاية مادامه وانا سامو قالت له تلزى other servants اي حاجة بابا يطلبها منكم قولوله حاضر ومتعملولوش حاجة هيشيت هيتجنن فلما يتجنن هياخل بعض ويمشي ريو سكينا بجد اسوالد قال له حاضر يا مادام هعمل ده جونرل قالت له انا هكتب لغتي برضو وهقول لها الخطط بتاعت الريجين عشان نبقى انا وهي على تواصل كانت i have discused myself كانت اتنكر في ملابس مختلفة وغير الطريقة اللي بيتكلم بيها عشان يقدر يساعد مين يقدر يساعد الملك كانت هنا بيثبت ان هو the best man in the play افضل راجل في المسرحية واقف جنب الملك واقف صفه ومش عايز يسيبه ويمشي لدرجة ان هو رجع بس discused كان متنكر كينج لير دخل مع السولجرز الجنود والقدام بتوعه كينج لير get my dinner ready كانت قال له i am a poor but honest man انا راجل فقير بس طيب وامين قال له انت عايز ايه؟ قال له ان عايز ان انا ساعدك قال له تعرفني؟ قال له لا معرفكش ولكن انا عايز اساعدك because i can see that you are an important man انا بشوف ان انت راجل مهم كانت بيكله من سجراته برضه عايز يبقى في صفه دايما ويبقى جنبه بس بيحاولي ما يهدهاله يعني انا مش كنت انا واحد تاني كده في الشرع راجل جلبان عايز يساعدك قال له تقدر تساعدني ازاي؟ الله قدر ادي لك advice قال له then follow me انت تقدر تبقى هنا my servant تقدر تبقى هنا الكادم بتاعي اسولد دخل بنتك بنتي فين؟ قال له بص هي تعبانة والله كينجرير قال له what did the man say call him back قال له he said that your daughter wasn't well بنتك مش كويسة قال له طب هو ليه يعني ما بصريش لما نديته قال له ما عرفش والله ده كل الناس هنا بتعاملك وحيش مش عارف ايه الطريقة دي he was very rude i don't know what the problem is but the servants the duke and your daughter are all being very unkind to you قال له ما فيش حد هنا بيعملك عيد الاصر ولا بنتك ولا جوزها ولا الجنود ولا اي حد بيعملك عيد الاصر كينجرير قال له انو لاحظت ده where is my fool i haven't see him for two days كان كل ملك زمان بيبع عنده الفول بتاعه اللوه المهرج فول ده يعني clown كده حد مهرج كده بيقعد يقول نوكت كده ويدحك ايه ويدحك الملك انا مشوفتوش بقى اليومين نقض عليه الجندي وقال له he has been very unhappy كان متضايق من ساعة ماكورديليا راحة فرنس كان مقموص بيبع اقواد جلبان كده بسيط بيقول نوكت حاجات عشان تضحك الملك بس ساعة الحاجات دي بيوقفيها اسكطاط بيوقفيها كلام مهم قال له ما تقوليش اسمها تاني روح نادي جونرل والله انا عايز اتكلم ليه ماشي اسوالد جاي اسوالد جاي اسوالد الكادم ما قالش الكنج لير كينج قال له ابو اللادي وكأنه عايز يقولك ان انت بقيت قاعد في القصر هنا مش بصفتك الملك انت بصفتك ابو جونرل يعني انت ولا بقى ليك سلطة ولا نيلي ده لسان حال السيرفنت لسان حال اسود قال له كينج لير ضربه قال له لا تضربني قال له كينج دربه ثاني قال له انا كمان هضربك هنا كينج لير احب كنت بس مش كنت 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 اللي متنكر قال له شكرا ان انت ضربته انت كده راجل كويس انا اخليك تنصحك جونرل دخلت ماذا يحدث جونرل ماذا تضربك تنصحك يلا يا مالك انت ليه مش بتسمع كلامي كده ومش بتشوفيني فول قال له فول قال له تده المهرج هنا يقولي الحكم اللي بيقوله قال له المفروض بدل ما تخلي بالك على رأس بنتك وان هي حط ايديها على رأسها وكده تخلي بالك على المملكة كل حاجة منك هضيع زي ما انت ده يعطاها كده وفي يوم الايام هتتمنى كل حاجة ترجع لك تاني ده اول زهور للمهرج في المسرحياتنا اول زهور للفول جونرل فول قال له المهرج بتاعك بيقولي اللي هو عايزه هو انت يا بابا اللي بتشجعهم يتصرف وحش كده فول قال له حتى المهرج اللي بتقولي علي ده عارف كده بلوقتنا امتى العربية تكره بتشد الحصان او بتطلع بالحصان يعني عارف الحاجة بتيجي ازاي قلت له انت يا انا سياب لي ميت جندي بتاع ايه هنا زي ارنايزي على فكرة هم دوشة ورود وواقحين بليس دونت هاف سو مني سولجرز and only كيب زمن هو كان بيهيفول قلت له لو سمحت انتعت في المكان بتاعي ماتسب ليش ميت جندي ماشيلي نصهم ثلاث ترباحهم براحتك خليلي اللي يعود هنا اللي بيعرف فيهم يتصرف بس انا مش عايزة اصداع جونرل العايزة تحرم ابوها من اي نفوذ من اي باور اللي انت بتقولي ده قل ماي سولجرز ندع الجنود بتاعتي you won't have any more trouble from me because now i have only one daughter left يا عم انت عملت واقع في بناتك اللي بقولك ايه انا تبريت منك انت كمان انت ولا هتشوفيني ولا جنودي انا رايح لريجل الباني دخل and he is very surprised to the soldiers prepare my horses حضروا اللي حسن الباني ده كان دايما عنده تحفوزات شوية على تصرفات مراته please sir wait why was i angry with cordelia she was not as rude to me as general why was i so foolish ابتدك انجليير يقع شوية يقول طب يا رب وانا ليه اكتردت cordelia دي ما كانتش حقيرة واقحة زي ما جونرل الكبير عملت معي على الاقل cordelia كانت بتحبني your majesty السيدي ده الباني i don't know what has made you angry but i'm not guilty قال له انا مش عارف اللي دايك بس انا مليش زنب دي مراتي دي جونرل مش انا قال له that might be true if gonerl has a child one day then the child is cruel to her and she will understand how i feel then she will have a taste of her own medicine قال له بصة الباني انا مش عارف افهمك ايه بس لو بقى عندكم طفل في يوم الايام والطفل بقى واقح لامه زي ما هي واقح عليها هتدوق وقتها هي من نفس الكاسة المدواني بيه دلوقتي ان بناتي كلهم قلبوا علي كده what has happened goneril ايه اللي حصل يا goneril قولي ايه اللي دا جوزها بيكلم قالت له اسيب ويصرخ he is a mad old man دا راجل كبير مجنون what is the matter sir ايه اللي حصل قالت لها you have told 50 of my soldiers to go ايه اللي حصل دا يالباني كينجلير قال له انا هقولك i can't believe that you have the power to make me so unhappy but you have i still have one daughter left and i'm sure she will be kind to me when she hears what you have done she will not be happy with you قال لها بقى انت تتردري 50 جندي واتخليهم ما يسمعوش كلامي انا ما عنديش جربنت واحدة بقى يا بعد كورديليا وبعدك انا هروح لريجين اكيد هي مش هتبقى مبسوطة من اللي انت عملت دا كينجلير خرج وخد معاكنت وشوية من الناس اللي معاه جونرل did you hear that my husband سمعت لو قلته you know how much i love you جونرل الباني بيقولها انت عارف انا بحبك هدايا بس انا مش موافق قالت له don't say more you go قالت للفول للمهرج يمشي جونرل قال it's a good idea قالت it's a good idea to let him keep a hundred soldiers to help him in his old age they might attack us i think you are worrying too much الباني يا لا على فكرة انت اعلانة جدا وقال انا قوي دابوكي برضو ليه تحرمين الجنود قالت له اصلا لو الميت جوندي قعدوا هنا كانوا هيسببوننا قال it has better or it's better to worry and be safe قالت له الافضل ان انا قالت له الافضل ان انا بس ابقى safe ابقى امينة في مكاني وقعدة في امان i have written to my sister region انا اصلا بعدت اكتابات لريجن وفاهمتها تعمل اي مع ابوها لما يجي انا مش متضايقة because you asked me to be kinder to my father but you are being foolish قالت له انت كل ما تشوفني تقول لي خليك كويسة مع ابوكي خليك كويسة مع ابوكي انت اصلا فولش انت اصلا احمق قديس بالا بقى بتقلط فابوها وجوزها maybe you know more than i do but i think you are making problems rather than solving them قال انا اللي شايفه ان انت عملت تختالك مشاكل مش بتحلي مشاكل الباني هنا كان بيبين انه شخصية ايه محترمة شوية طيب اكت 2 scene 1 قبل ما ادخل على اكت 2 ويعدي نص ساعة كده حرك اجيب كباية قهوة محترمة عشان تكمل معناها اكت 2 المصرحية وتقرى الاسئلة الفوق وتركز في قرية الاسئلة وتشوف اليكابات ازاي بسيطة وازاي سلسة وتحفظ كلماتك اللي في اكت 1 وتكمل معايا عشان لسا تكمل المصرحية نبدأ اكت 2 دكتور وبص كده بيقول لك ايه ادمند بيقول لنفسه ادمند بيقول لنفسه ابوك جيد الوقت عشان كده لازم تمشي هو عرف ان انت تستكبى هنا ولكن في الاول ولكن في الاول قال له بقول لك ايه هو عرف ان انت تستكبى هنا بس احنا لازم نباين احنا من الخنق في الاول س ويلاقي الشهر الدم علي فيفتكر كده ان احنا كنا بنتخانق فهوب يعرف ان انا كلامي صح ويعرف ان ادجر كان بيعمل كده عشان يتخلص مني ومنه وياخد الحكم وقلب عليه ويدينا الكنجدوم صيع جدا الواد ادمند ده فاظر فاظر ستوب هام هالب ده مين ده ادمند بيقول له يا بابا يا بابا والنبي وقفوا امنعه وقام جاي ادجر ايه ادمند ايه ادمند ام جاي معور نفسه وطبعا ادجر شايل السيف فكده هوب هوب ايوه زي ما انت عارب الزن بملكة على مين ملكة على ادجر ادمند بص يا بابا على ادراعي بص عمل فيه ايه جلو السيستر قالك what happened where is ادجر قال له مشي ولما انا رفضت خطته قال له follow him ايه الخطة بتاعته قال له كان عامل خطة to kill you father عشان يقتلك انا قرت له ان انا بحبك finally when he understood that i didn't want to help with his terrible plan he cut my arm قال له ام جاي ضربني كده في ايدي يا رب يا بابا وام جاي معورني بالسيف wait then ya mister then he saw that i was ready to fight him and he quickly ran away وهرب بعديها جلو السيستر قال له he will not run very far اكيد مش هيجري بعيد لو هو لسه في البلد فكده كده هيجي then we will arrest him وهنقبض عليه the duke of cornwall is coming tonight i will tell him that there is a reward ان هيكون في مكافئة لاي حد يقبض على ادجر and anyone who hides him will be arrested واي حد هيخبيه هيتقبض عليه برضه يعني duke of cornwall goes region هيساعد جلو السيستر ان هما يلاهوا ادجر يبقى كده لما يجيلي في الامتحان ويقول لي ان ادمند كان جود بلانر هو كان جود و ايفل بلانر كان مخطط جيد اوه بس شرير جدا عمل خطة محكمة to get rid of عشان يتخلص من اخوه وعشان يبقى هو الملك لوحده طب الوقت ادجر الجلبان تراح فين جريه للشوارع واتنكر في زي شحات اتنكر في زي بجر تعال نشوف father i tried to persuade ادجر والله يا باب انا حاولتك نعجد ادجر ان هو يوقف خطته ولكنه كان عايز يكمل فيها انا قلت له ان انا هقولك كل حاجة عنها do you think anyone will believe you ادجر said no i will say it i will say that it was all your idea they know that you will profit most of if father dies not me قال لي في الاكل ان انت هتفكر ان الناس هتصدقك ده شيء سيء جدا دي ستعبين سبعك دي طعنة في الظهر انا هامنع الناس هامنع هامنع اي حد ان هو يجادر من مينة بتاعت انجلترا ادجر مش هيمشي من البلد thank you my loving son انا دلوقتي هساعدك في كل حاجة you will inherit all my land وكأن شيكسبير هنا عايز يديلك رسالة وان هو لو كان قفل المصرحية على حتة كينجلير مع بناته كانت الحكمة هتبقى ان انت متخلفش بنات طبعا الحكمة مش كده تكلف بنت تخلف ولد في من ده كويس وفي من ده كويس وفي من ده الوحش وفي من ده الوحش فجابلك شخصين شخص اسمه كينجلير كانت مشكلته ان بناته ضحكوا عليه وديسيف هام وخدعوه والشخص تانى اللي هو جلوسيستر كانت مشكلته ان عياله ادجر و ادمند ضحكوا عليه ان ابن واحد شرير عنده مين الابن شرير ادمند ضحك عليه وخلاه يخسر ابنه ويخسر مملكته كما جونرلو بريجن ضحكوا على ابوهم وخلوه يخسر مين بنته كورديليا ويخسر مملكته فشخص سبير هنا عايز يوريلك ان الكير موجود في بني ادمين من ولاد عادي والشر موجود فيهم والكير موجود في بنات وبرضو الشر موجود فيهم ودي كانت حكمة حلوة جدا لو انت ركست فيها كورنوول دخل ومع مرات ويجين اند سيرفنس كورنوول جلوسيستر هاوريو مي فريند سنسا اي هاوريو هاوريو مي فريند لو ده صح جلوسيستر قالها او يا ريجن انا قلبي محطم يا بنتي ده بيقول مين ده جلوسيستر بيقول لي ريجن بنت كانجلير ما برضو تابعوا يعني ما هم كلهم شغالين في نفس المكان ريجن امنك اتجر عمل كده حاول يقتلك يا ست انت عاملة فيها الطيبة ولا انت اصلا سحر الشرير اذا انت اصلا ايه اشار روح ده في القصة قالها اه ده حصل اي واشي تور ديفرنت يا ريد ده ما كان شو حصل اصلا ريجن قالت له انا عارف ان اتجر قده وقت كتير with my father's soldiers اللي عرفه ان اتجر كان بيقعد كتير مع جنود بابا بص الزبالة يعني عايزة تقول ان برضو ابوها ليه يد في الحوار ده that's correct madame he spent some time with them regens and the soldiers have given him the idea of plotting against his father trying to kill him so that he can use his father's money i have just had a message from my sister general about the soldiers هي حذرتني ان انا اتخلي بالي منهم بص بيفكر برضو في مصلحته قالت له طالما ابنك اتجر كان بيقعد مع الجنود وحاول يقتلك يبقى اكيد الجنود هيا لوزته على ده عشان كده اخت جنري اللي ربانا يبرك لها قالت لي لا لما بابا يجيلك بالجنود مشيهم لان الجنود دول لازم تبقى حارسة او حذرة في التعامل معه عليش عربي على قد نحن كورن والا بيقول ادمند انا سمعت ان انت ابنك وايس لابوك قاله it was my duty sir قاله ده واجبي ادمند told me of ادجر's plan and he got this cut on his arm when he tried to stop him كورن والا قاله في حد اتبع ادجر قاله انا بعت شوية غارس الغارس لازم يلقوه ادمند انا عايزك تشتغل لصلحي I need men like you that I can trust Cornwall the yoke of Cornwall اللي هو جوز ريجن عارض على ادمند يشتغل معي وقاله انا موافق اكيد وجل السستر قاله thank you thank you خلص الاكت تعال نبص بقى ايلا حصل تاني في سينتو قالك ادجر I have heard people say that I'm guilty انا سمعت الناس بتقول ان انا مزلم but I was not caught بس انا متمثقتش because I had in this old tree انا استخبت في الشجرة الكبيرة دي او العجوزة دي اللي بقالها كتير يعني It's not safe for me to go to any port now زاكي برضو قالك مش اامل لي ان انا روح لأي مينة دلوقتي زمان ابو ينبلغ ان انا ما سيبش البلد Guardis are looking for me everywhere اللي Guardis او الحراس او الجنود بيدوروا عليها في كل مكان So I must discus myself as a bigger هتنكر في زي شاحات I will change my clothes and make my face and her look dirty هكلي وشي وشعري متسك واتنكر عشان محدش يعرفني وكالني نهاية Cordelia ونهاية Edgar ان هما الاثنين punished for this loyalty and honesty هما الاثنين اتعجبوا بسبب ولاقهم وامنتهم عالعكسة General Regan Edmund ثلاثة evil characters ثلاثة شخصيات شغيرة ولكنهم دلوقتي بينعموا بحياة luxury بحياة فيها رفاهية دلوقتي kingdom المملكة تخصوهم I will wear these clothes of a poor man and live outside under the rain Nobody will see Edgar anymore From now من هنا ورايح Edgar بقسمه Tom Boor Tom Tom الفئير Edgar قالك من هنا ورايح ما بقتش Edgar خلاص انا ما بقتش Edgar تاني أنا بقسمي Tom أو تقدر تقولي Boor Tom كان تدكل Good morning my lord King Lear Look in disbelief at canteen the stocks What has happened مين اللي حبثك يا ابني قولي قال له بنتك Regan وهي her husband Cornwall هم اللي حبثوني But you are working for the king بس انت بتشتغل صالحة مش المفروض حد يحبسك جاري This is terrible Where is my daughter فين بنتي قال له Can't fool Why has the king got so few soldiers now كانت بيسأل المهارك بيقول له وليه الملك عنده النهاردة جنود قليلة بص الفول رد قال له He has no money ما عندهش فلوس So he has fewer people to help him عشان كده عنده ناس قليلين يساعدوه I will be faithful to him انا هبقى مخلص لي The fool will always stay and let the wise men run away يعني المهارك دائما هيكون موجود كان المهارك عايز يقول له ان انت خلاص بنتك بتسحب منك الكوة او الباور واحد احدى King Lear هما ليه مش عايزين يتكلموا معايا بيقولوا دائما ان هما تعبنين ومرهقين هو داحة ايه سيستر قال له I am sorry your majesty But you know that the Duke of Cornwall easily feels angry he won't change his mind سيستر قال له معلش انت عرف ان ديوك بتاع كورنوول ده اللي هو جوز ريجن بيقضب بسرعة فخلاص فوقت بقى هما مش عايزين يشوفوك قال له Are you angry? I am angry too انا كمان قطبان Why is he sitting in the stocks? هما ليه حاجزين كانت دا وحبسينه Go and sell the Duke of Cornwall and his wife that I want to speak to them now روح لي Duke of Cornwall ومراتوا اللون اعايز اكلمهم دلوقتي King Lear Oh my heart My unhappy heart Reagan Father I am pleased to see you انا مبسوط ان انا شفتك My dear daughter Reagan Your sister is nothing to me اخت الكونر المبقيتش ليا اي حاجة She has been so cruel to me هي كانت قصي جدا ليه يا Reagan You won't believe how badly she has behaved انا هاعياطلك دلوقتي انت متقدريش تسدىي هي كانت بتتعامل معي بسوء ازاي I don't think my sister could be unkind to you if she has stopped your badly behaved soldiers she has only done it to help you قال له بص يا بابا انا مقدرش يسدى ان الجنود اللي هتعملك وحش لان انت فعلا جنودك بتتصرف وحش كان المفروض ان انت اللي تبعده I am very angry with her انا متدقى جدا بسببها Reagan قالت له لو سمحت ترجع تاني يا بابا لبيت اختك او لبيت اختي لبيت جنرل You are the one who is wrong انت اللي غلطان مش اختك وسبت ومشت يعني قالت له ربت رسك في الحيد انا مش جاية مش هعرف اضف لك حاجة انا في صف اختي واختي مجلتتش في اي حاجة حلو ايه الكلام ده فاناش ناكت توع ليه بقى kinglear Reagan انا مش هعود تاني مع الجنرل لو سمحت اديني لبس food and a bed remember I am old ابتدع عيني كده وكأنه بيتوسل لبنات وقعدوا معاهم يا Reagan انا عايز لبس واكل وعايز كمان ايه وعايز سرير انام عليه يا بنتي فتكر ان الراجل عجوز مش حامل البهدلة ده please father لو سمحت يا بابا ارجع ما تعدش هنا ارجع عاد مع جنرل never she has told half of my soldiers to leave the hour at Nostognudi يمشو she has been cruel and rude to me وبقى توقح علي I won't run to always fall in her head you will want the same to happen to me soon no Reagan never say bad things about you جنرل's eyes are cruel الله جنرل القصية but yours are kind بس انت يا بنتي طيبة انا مش متوقع منك كده عمرك ما هتغزل ابوك and you would not look me out of your house وعمرك ما هتترديني من البيت you understand how a daughter should help her father مش كده انت فاهمة ازاي البنت المفروض تعامل ابوها في السن ده مش كده قول ليه you haven't forgotten that I have given you half of my kingdom انت ياكيد من ستيش ان انا بدتك نص مملكتي father why are you unhappy وأنت ليه مش مبسوط Cornwall listen who is coming Reagan it's my sister she said in her letter that she would come soon Reagan جابت له اختها لحد هنا مين اختها general دخلت معها الكادم بتاعها Oswald general بص بقى المحادثة من اول تعالك كده نركز اهو kinglair who put my servant in the stocks Reagan I hope that you didn't know about this you shouldn't want to look at me oh Reagan why are you holding her hand هو انت ليه مقانججة اختك كده هو انا كل الكلام اللي قلتولك ده ما اصرش فيكي يعني انا بعد كل اللي قلتو ده يا Reagan وانت مقانججة general ودخلالي بيها كأنها ما عملتش حاجة وما قزتش ابوها general why shouldn't she hold my hand يا باب هو يا ليه يعني يا حبيب ما تمسكش ايدي هو انا عملتلك حاجة وحشة what have i done wrong ايه اللي انا عملتو غلطي دايك الله how unhappy you have made me انت اللي خلتيني متدايق you are too cruel انت قاسية جدا why won't you apologize to me هو انت ليه مش راضية تعتزريلي and why is my servant in the stocks وليه حاجزين كده الكادم بتاعي كانت هنا I put him there because he didn't behave well كورنول جوز ريجن قال له انا حطته هنا عشان ما كانش بيتصرف كويس ما كانش محترب وده يثبتلك ان كورنول ده كان زبالة زيه زي ريجن بالظبط عكس الباني اللي كان متحفز على تصرفات جونر الفاكر ده you was it you please father you are ill today stay with my sister until the end of the month then if you ask half of your soldiers to leave you can come and stay with me بصر بجاحة ريجن قالت لبابا شكلك تعبان النهاردة روح وقعد مع اختي لحده مش رهر يخلص لو عايزت وقعد معيه مشي نص جنودك stay with her and ask my soldiers to leave قالها ايه قالها ايه i would rather sleep outside under the stars return with general يعني انا افضل ان انا نم في الشارع ولا اروح لجونرال تاني i would prefer to stand in front of the king of france and ask him for food ده انا اروح لمالك فرنسا واترجال اكل احسن مطلوبه منكو تاني بص بقى اكمل كده التكملة go back with her i would prefer to be the servant of this terrible man points at Oswald اروح تاني لجونرال ده انا اشتغل كدام عند ده عند ده اللي هو مين؟ اللي هو Oswald اللي هو الكادم بتاع جونرال احسن ما اروح تاني لجونرال جونرال it's your choice father بص البرود قالت له حبيبي ده قرارك انا مش هتحال عليك براحتك please daughter don't make me mad اللهم ما تجنونينيش بقى i won't set eyes on you again والله ما هشوفه الشوكه تاني my child good bye we won't meet anymore مش هنتقبل تاني but you will soon بس قريب هتحسوا ان انتو مدقين على اللي عملتو i will be patient for now انا هبقى صابور دلوقتي وهقعد مع Regan with my hundred soldiers مع الميت جندي بص بص بعد كل ده قالهم انتو هتجننوني انا جايب اخري بس انا هستحمل وهاجع لنفسي وهقعد النهاردة مع Regan مع الميت جندي بتوع قالت له sorry you baba it's not impossible او it's impossible يعني ده مستحيل يا حسن my home isn't ready for you بيتي مش جاهز ليك listen to my sister are 50 soldiers not enough for you هو 50 جندي يا بابا مش كفاء عليك my servants could help you yes why not father we have enough servants احنا عندنا الكدام ليه تجيب جنود why yeah when you come to me i ask you to bring just 25 soldiers i won't have rooms for anymore قالت له بعدين يا بابا دي جونر الطيبة عايزة تقعد 50 انت لما تجي لي كده ان شاء الله هتيجي مع ال 25 جندي بس but Regan i gave you everything الله بس انا ادتك كل حاجة يا بنتي and you gave it to me at the right time قالت له انت ادتني كل حاجة في الوقت المضبوط عشان اعرفان الله تصرف i gave you enough to live well for all time i asked you for just one thing to give a hundred soldiers are you really asking me to come with just 25 الله وانت بجد بطلوب مني اجيلك البيت مع 25 جندي بس don't talk to me anymore about this قالت له ما تطلبش مني حاجة تاني هن king lear بص الجونر والا then i will go back with you your 50 soldiers is double her 25 you must love twice as much as she does ابتدى عني الجنن الله خاصة الجونر اللي انهاجي معك انتي 50 جونتي اهوان من 25 قالت له listen father you don't need 25 انت اصلا مش محتاج 25 10 or even 5 soldiers in a house where we have 50 servants to look after you قالت له بص ريجل مقفورة بصراح 25 جندي اللي محتاجه 10 او 5 كفاء عليك تعس ان المشهد ده انا واتفرجت ع المصرحية حاجة رجل دي جدا عايزينه يتجنن فعلا هم عملين يجننوه تخيل الحوار نازل من 100 جندي لخمسة بس يجوا معاك البيت في 50 خدم يجدمك why do you even need one soldier ريجل بتقول له انت ليه اصلا محتاج جندي واحد انت عيد عند بناتك why do i need them even the poorest beggars have things that they don't need if you only give people what they need to love then they are little more than animals you are a lady if you just want to stay warm you don't need those beautiful clothes you are wearing they don't keep you warm at all but if you ask me what i really need i need patience give me patience or i will get mad بص الكلام بتاع كينجلير قالها ده حتى البورث بيجرز الشحاتين يعني عندهم حاجات that they don't need مش محتاجينها لو اديت للناس اللي هم محتاجينه عشان يعيشوا they are little more than animals انت ليدي لو انت محتاجة تستاي warm تبقى هادية كده you don't need those beautiful clothes you are wearing مش محتاجة اللبس الجميلة اللي انت جابها بفلوسي ده they don't keep you warm at all ده مش هيخليك دافية كده او قاعدة هادئة لا مش اللبس اللي بيعمل كده بس انا كينج وعندي باور وعندي نفوس لو سألاني يا بنتي بجندنا نفسي في ايه انا نفسي في patience نفسي في صبر صبر يبنعني من ان انا الجندن عليكم كورنوول اسمع طبعا كان وقتها فيه huge storm عاصفة كورنوول we should go inside there is a big storm coming في عاصفة جاية لازم ندخل جوه the house is small there isn't room for leer and his soldiers بص الى كامل ريجن بتقول ان البيت صغير ومفيش مكان لابوها يدخل فيه يستكب من العاصفة هو وجنود بتوه where is the Duke of Gloucester فين Gloucester he is followed leer هو مع leer the king is very angry he has called for his horse الملك محتاج الحصان بتاعه let him go خليه يمشي the corner wall goes regen yes don't try to stop him جنود بتقوله ايوه متحاولش تمنعه Gloucester قال لها بس الدنيا ليل وفيه عاصفة جامدة there is nowhere shelter for many kilometers ريجن قالت له ده يعلمه درس اقفل الابواب وخليه اخد جنوده ويمشي Regen is right ريجن عندها حق واتفقوا ان هم يعملوا كده فعلا بعد كده ايه اللي حصل تعال نشوف عشان ده اكتس ري فاناخد كبعات الشاي الاخيرة ونكمل الاكت يالله نكمل حبايب قلبي ونشوف اكتس ري بيقولك ايه يا رب ما تبقى الزيق طوالة من ليه تمننا كانت بيقوله فين الملك في الجو ده ال king فين قال له الجنود بيرد عليه ويقوله ده بيتخانق مع الرياح والمطر الجو ده صعب بالدرجة ان لو فيه ضب موجود ممكن يستخبه في الكهف بتاعه ولكن الملك بتاعه خرج من جد حتى طائية تحميه كانت قال له بس مين معاه قال له الفول بس المهرج اللي بيحاول يخليه اسعد بالنقط بتاعته كانت قال له بص انا عايز اقولك حاجا ديوكسوف الباني عن كورنوول يعني يا مستر الباني جوز جونرل والكورنوول ده جوز ريجن اللي اتنين مننا كان عندهم اختلاف اللي اتنين عندهم ويقوم بس المسارة اللي هم جواسيس اصلى لملك فرنسا لاحظوا ان اللي ديوكس اللي اتنين ضد الملك الان اللي ديوكس ملك فرنسا دلوقتي بعد جيش و الملك فرنسا دلوقتي بعد جيش و الملك فرنسا لدينا لو انت متسك فيه اذهب سرع في دور هناك من يتعلمك عندما تخبرهم عن الملك فيه ناس هناك هتشكرك لما تقولهم عن مشاكل الملك انا مش الشخص اللي انت بتفكر فيه I am really an important man انا راجل مهم لو انت شفت كورديليا ادي لها الكاتب ده و اقول لها يعني و ان الشي والتلي وهو ايام و هي وقتها هتقولك انا مين Here is some money Oh this storm I must go and find the king قل روح فرنسا و اسأل على مين و اسأل على اي حد هناك قوله على اخبار الملك وهناك هتلاقي ناس تعرف او تعرفك انا مين لو كنت الاصل يعني طب كامل كده مستر بايل اكت عشان امورته تتضح بالنسبة لنا King Lear Blow words and let the rain fill our houses with water Let lighting cut three into and burn my white hair قال له خلي البرق يقطع الشجر لجزئين و يحرق شعر الأبيض انا استاهل لنا فيده الفول بيقول له Old man go inside and ask your daughters to forgive you قال له ادخل جوه واذا تطلب من بناتك انهم ما يسمحوك قال له يا مبور weak old man Why is the wizard being cruel to me Like my daughters قال له حتى الجو قاسي علي زي بناتي King Lear who is there مين هناك Here is someone who is poor a wise man and a fool قال له في حد حكيم ومهرج لو كنت يعني كنت Oh no Why are you here Even bears wanted stay in their caves on a night like this There is so much wind and rain انت بتعمل ايه هنا عم ده الديامة كده زي ما بقولك بتستكبه في الكوف بتاعتها Your majesty سيدي There is a poor man's hut near here في كهف كده او كوكسو جاير قريب من هنا ده هنا يحمينا شوية من العصفة Stay there and rest hard هناك ورايح لحد ما اروح البيت Of your hard hater daughters اللي بيت بتاع بناتك قاسين القلب دول قال له وانا I asked it for you They didn't let me in their house لما طلبت ان انا شوفك محدش دخان البيت I will force them to allow you and but I think I'm going mad اللي بكالافز بالجنن How are you my boy? I am cold Where is the straw? It's strange How I now want to have horrible things such as bed of straw to sleep on قال له كان عايز اي حاجة نام عليها ده جريب برضو ده الملك اللي كنت بنام في قصر كبير بعد كده Glossister إلا حاسق Glossister I don't like the way Goneril and Regan are behaving with their father Glossister ابتدى يشتكي لابنه قلب أنا مش مبسوط بالطريقة اللي Goneril و Regan بيعملوا بيها بوهم Edmund قال له هما الاتنين قصيين وانت ازبال منهم Edmund ازباله برضو قال له go to them بس ما تقولهمش اي حاجة and maybe something even worse than that أنا لقيت خطاب بقول it's too dangerous to talk about it to him I have looked the letter in my bedroom some of the French army have already arrived in England وصل له الأكبر Glossister ان بعد الجيش الفرنسي وصل انجلتر لازم نساعد الملك I will go and look for him you go and talk to the Duke of Cornwall and don't tell him where I am لو هو طلب منك يشوفني يقول له ان انا مريد I have gone to bed وانا هروح اشوف الملك فين Edmund لنفسه قال لك انا هروح وقول لل Duke about your worries for the king father I will tell him about that letter too then I will get rewarded for this and I will win the trust that my father loses بص ادموند الزبالة قال لك انا هروح ل Duke of Cornwall وقول له النبوية متعاطف مع الملك وبيقول كمان ان هو مش عايز يوصل لك الأخبار اللي جات له ان الجيش الفرنسا هي هجب فوقتها Duke of Cornwall جوز ريجان يشكلني معاه وانا بقى خلاص كده تخلصت من نبوية ومن اتجار للأبد الزبالة جدا ادموند ده here is a hut where we can shelter ده hut احنا ممكن نريح فيه hut هي ببعنا كوخ ده hut احنا ممكن نريح فيه كده My lord please go inside ادخل الستورم دي كواية عليك King Lear قال Oh my cruel children يا من اطفال القصين دول بعتوني في جاو زايدة وطردوني Oh General and Regan your kind old father gave you everything but I will go mad I won't think about it anymore قال له خلاص يا كنت انت جننت انا مش هفكر في الموضوع انت تاني قال له ادخل بس جوا King Lear بيبصر المهرج وبيقول له You go in first my boy ادخل انت الاول poor homeless people you are always outside when there is a cruel storm ابتدى King Lear يحس بالفقرة وقال لك يا هدا في ناس فقرة كتير فعلا بتدخل اماكن زي دي لما في عصفة والجواب يمطر How can your hungry stomachs and all the closes help you when it rains ازاي الناس دي لما الدنيا بتمطر بيعرفوا يعدوا بموضوع عادي ويناموا في الشارع والكلام دي كل Why have I not thought about this before وابتدى الملك هنا في حكمة كبيرة جدا من شيكسبير يقول لك او انا ازاي كانت السلطة عمياني وما بفكرش خلص في الناس الفقرة دي اللي بتنام في الشارع وكان شيكسبير عايز يقول لك ان الدنيا بتتغير والملك دلوقتي بقى حاسس بكل الحاجات اللي الفقرة كانت بتحس بيها The rich people should try walking in a poor person's shoes and then the world would be a better place for us old قال لك لو الناس الجناية جربت تمشي كده بالشوز اللي بيباسها الفقرة العالم هي بمكان افضل لنا كلنا لان كلنا هندوق من نفس الكاس ونحس الناس دي بتتعباد دقيق اللي حصل الفول قال له don't go there sir there is a mad man in that hut مين اللي جوه قال له a mad man اسمه poor tom اوبا جوه كوخ كينجلير اتعرف على مين اتعرف على poor tom اللي هو ادجر اللي هو مين ادجر ابن جلو سيستر كنت who are you come out here ادجر انترز زاد اسكيوزد as a mad man called poor tom ادجر keep away from me كينجلير are you mad like me هو انت مجنون زي have you given everything to your two daughters انت برضو عندك بنتين ادتهم كل ملكك وطردوك nobody gives anything to poor tom قال له لا انا اللي مكتش اي حاجة مفيش حد الدنيا حتى ربع جنيه كينجلير have his daughters done this to him كينجلير كان الجنم don't you have anything انت ما عندكش اي حاجة المهارج قال له لا هو بس عنده بلانكت بطنية كينجلير قال له only cruel daughters could have made a man so poor why who were you كينجلير قال له لا انت طالما مفيش حد من بناتها الكادعكي انت تمام الوحيد اللي بيتجنن اللي عنده بنات زي بناتي كده هنا بقولك كينجلير اثبت انه خلاص كده turned mad الجنن رسمي ادجر قال له انا كنت كادم who was very proud اللي كان متكبر it would be better if you were dead than go around with nothing but a blanket on a night like this look here comes a walking fire كلو سيستر دخل عليهم شاير توش كشاف كده كينجلير who is this كلو سيستر what's your name ادجر my name is poor tom ابتدا يحصل مقبل ما بين ادجر وبو and i once had six t-shirts to wear and the horse to ride but now all i have is mice to eat قالك دلوقتي انا ممكن اكل الفران اللي موجودة حتى انا بايت فقير جدا has your majesty nobody to help you apart from this madman مفيش حاجة تبعدك عن الواد المجنون ده why have our children grown up to be so terrible my lord why do they hate their father ادجر poor tom is cold close sister come inside with me i didn't want to do what your cruel daughters asking me to do قال له ان بناتك طلبوا مني ان انا اقفل الابواب واسيبك لو احدك بس انا جيت عشان الحق can't my lord please accept this man's offer وخلينا نروح البت بتاعه كينجلير first خلينا الاول اتكلم مع الفلياسوب ده what are you researching انت بتدور عليه قال له انا بدور ان انا how to kill my eyes ازاي اتلفران ده مين ده ادجر can't ask him again my lord he is beginning to go mad he thinks a poor man is a philosopher close sister i am not surprised lear is mad قال له انا مش متفاجئ حقه يجنن بناتهم اللي عملوا فيه كده that good man can't he knew what would happen the poor man i am almost mad myself قال له انا برضو عندي ابن حاولي يقتلني no father loved his son more than i loved him what a night this is please your majesty come with me edgar tom is cold tom berdan go sister go into your hut روح نام في الكوك بتاعك keep yourself warm can't this way your majesty king lear i am going with him king lear قال ان انا هاخد ادجر معايا خلاص كده خليه يجي معانا تمام let's go then my good philosopher وبينتهي الترم الاول بتاعنا ان خلاص كده نتأكد ان الترم الاول بتاعنا انتهى انترم الاول بتاعنا انتهى انترم الاول بتاعنا انتهى بص عشان تتأكد وتفرح ايوه انتهى كل دي اسئلة كل دي اسئلة ايوه خلاص الترم الاول بتاعنا بيتأكد ان احنا كده king lear بقى خلاص دلوقتي الجنن وهيعيش مع جلو سيستر مع بور تام اللي هو ادجر بس متنكر في زي شحات وكينج لير كده لقد تام معاه ومعه كنت بس متنكر برضه ومعه الفول المهرج والترم الاول شيكسبير فيه عرفنا انه فيه ثلاثة شررين جدا في مصرحيتنا جونرل وريجن و ايدمند فيه اثنين اتنكروا كان كنت وكان مين كان ادجر فيه اثنين عيالهم كدعوهم كان جلو سيستر وكينج لير فيه اثنين اتخلقوا في الاخر كان ديوكوف كورنوول وديوكوف الباني مين اللي كان دايما رفض الطريقة بتاعت التعامل مع الاب كان ديوكوف الباني دا كان قطيب شويتين ثلاثة من ديوكوف كورنوول هنتقبل الترمي التاني اكيد بس قبله هنتقبل في فيديو مهم جدا للجرافكس و شرح المصرحية بتاعت كينج لير وكمان اهم الاسئلة اللي هجيلك في الامتحان مش هنسيبك ومعاك لحد ما تدخل الامتحان وان شاء الله يبقى معاك الامتحان كمان و هنعملك اكوا مراجعات تكليك تكسر الدنيا اشرفكم بكير دايما يا شباب وكل سنة انتم طائبين اشتركوا في القناة